السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقدم لكم شرح تطبيق Dict Box أو Dictionary Box وهو من أفضل تطبيقات القواميس على iOS والأندرويد وهو مفيد جدا لمترجمين ومتعلمين اللغات بشكل عام من مميزات هذا التطبيق أنه يعمل أوفلاين لكن في مميزات أخرى يزموها الاتصال بالإنترنت وأيضا هذا التطبيق ليس قاموس بعينه بل هو عبارة عن تجميع لجميع قواميس اللغة ويظهرها لك بطريقة سهلة وسريعة ومرتبة وهذا مفيد جدا لمترجمين خاصة لأنه يظهر أكبر قدر من المعاني الممكنة لكلمة معينة ومن خلالها تستطيع اختيار المعنى الأنسب في السياق الذي تترجمه ولهذا التطبيق سلسل من التطبيقات يعني أنا اللي عندي Dict Box إنجليز عربي في إنجليزي فرنسي إنجليزي صيني إلى آخر فتنزل التطبيق المناسب لك حسب اللغة التي تتعلمها نبدأ في شرح وجه التطبيق وطريقة استعمال نكتب الكلمة مراد البحث عنها أطلع لك معنى الكلمة في قواميس عدة طبعا هذه قواميس كلها أفلاين تحت مسمى كل قاموس المعاني الواردة فيه أقدر أخفي وأظهر القواميس أقدر أحدفها أو أنزل قواميس جديدة ممكن أسمع الكلمة من خلال زر الاستماع في ميزة مثلا في Free English Dictionary قدم لك المرادفات لهذه الكلمة أو تعريفها بالإنجليش إذا في كلمة معرفة معناها مجرد ما أضغط عليها تطلع لي معناها في نافذة جديدة بشكل سريع ونطقه طيب نبدأ في شرح أدوات الأدوات المولودة في الشريط السفلي أول أدات اللي هي القواميس على الإنترنت طبعا هذه كلها قواميس على الإنترنت من خلال إدارة ممكن أحذف قواميس ممكن أضيف من خلال إضافة أو ممكن أرتب القواميس حسب الأولوية بالنسبة لي طيب مثلا ندخل Word Reference هذه قواميس على الإنترنت غير الموجودة الأفلاين هذه إضافية طبعا هو يلصق لك الكلمة مباشرة يطلع لك مانيها على طول دوم ما أحتاج أن أكتبها من جديد هنا ترجمات رئيسية ترجمات إضافية صيام مركبة يشتري بالدين إلى آخر نرجع هذه أول علامة في الشريط السفلي ثانية علامة هذه Jump To إذا عندي قواميس داخلية كثيرة وأبغى معنى المعنى الموجود في قاموس معين أختار قاموس ويطلع لي المعنى الموجود في هذا القاموس ثالث علامة اللي هي تفضيل ممكن أفضل الكلمة في القائمة اللي أنا أبغاها من خلال إدارة القوائم ممكن أضيف قوائم جديدة أو أحذف قوائم جديدة باقي الزر الأيمن والأيسر هذه أتنقى بين الكلمات اللي أنا بحثت عنها يعني الكلمة السابقة والكلمة اللاحقة مثلا خلصنا في شريط العلوي أول علامة في شريط العلوي هذه معجم المفردات هذه الكلمات اللي بحثت عنها سابقا طلع لك إياها ممكن من خلال هذا الخيار أني أشارك القائمة أو إدارة قوائم أضيف قوائم جديدة أو مراجعة الكلمات هنا أراجع الكلمة يا بالصورة أو بالمعنى بالصورة طللت بالصور وبالمعنى طللك المعنى إلى آخر طيب نرجع هذه معجم المفردات العلامة الثانية اللي هي الاستماع وهنا بحث كلمة جديدة طيب في آل شريط على اليسار هنا العددات هنا معجم المفردات هنا نفسها معجم المفردات لكن هذا الاختصار اللي فتحت ذاته استراض الكلمات مع الصور هي نفسها مراجعة الكلمات التذكر بالكلمات هنا أختار المجلد وأختار على الكلمات في اليوم وحط تمكين التذكير بدأي نذكرني على شكل تطلع لي على شكل إشعارات فيه إدارة القواميس إلى تحكم بالقواميس يعني أضيف أحم القواميس جديدة أو أحذف قواميس إلى آخر فيه مزيد من العددات هنا حجم الخط والنطقة التلقائي ممكن أغلقها أو أمكنها إلى آخر طيب في آخر في آخر ميزة وهي أفضل ميزة وإضيفة مؤخرا للتطبيق اللي هي نافذة بحث سريعة مجرد ما أضغط عليها تطلع لي هذه النافذة هي موجودة حتى لو طلعت من التطبيق تكون موجودة ميزة هذه النافذة أني مثلا أنا أقرأ مقالة أو كتاب في كلمة ما أعرفتش معناها أضللها copy بدأ أفتح النافذة طلع لي معناها مباشرة طبعا هي اختصرت الوقت وصرت أطلع معنا الكلمة بأسرع وقت وأقل جهد ممكن أنطق الكلمة مثلا نحط كلمة ثانية ضللها copy أفتح النافذة تطلع لي إذا أبغى تخلص من النافذة نهائيا ما أبغاها على الشاشة من هذا الزر له الإعدادات إغلاق تختفي النافذة وبهذا ابتعينا مشرح كامل التطبيق أتمنى أني أفدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته